المشاهدين الكرام أن يكون معنا سيدة وارتي باتشيكو وهو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ونحن نرحب به ترحيبا بالغا على أرض مصر وخصوصا هنا في مدينة السلام شرم الشيخ نحن نرحب بك هنا في مصر يا سيدي أنا سعيد جدا بوجودي هنا في مدينة شرم الشيخ أرض السلام أعلم أن لديك علاقة جيدة بالدكتور حنفي أجبالي رئيس مجلس النواب المصري هل لك أن تخبرنا عن هذه العلاقة من فضلك؟ بالطبع نحن على علاقة جيدة للغاية التقينا منذ عدة سنوات وشعرت أن لدينا توافق في الرؤى فيما تعلق بمبادئ الاتحاد البرلماني الدولي ولقد سعدت بتواجد البرلمانيين الشباب من الجنسين ومشاركة نساء في السياسة فمشاركة شباب البرلمانيين هنا في مصر أمر هام يدفع إلى وجود حوار بناء بين الدول والثقافات المختلفة وقد دعيت بالأمس بعد انتهاء أعمال المؤتمر إلى زيارة مسجد وكنيسة في مدينة شرم الشيخ وشعرت أن هناك حفاوة كبيرة بكل الأديان وأن هناك تعايش ملحوظ وسلم عام هذا ما أقدره كثيرا ما نراه في مصر هو الاستقرار وهو أمر هام للوصول إلى التنمية والتنمية هامة للغاية ليست فقط للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ولكنها ستقدم حياة أفضل للمواطنين والشعوب لذلك فإن الديمقراطية والاستقرار مرتبطين ببعضهم البعض ونحن نشعر بذلك هنا على أرض مصر أعلم أنك منشغل الآن ولكن سؤال الأخي لك هناك أفكار بناء في مصر حول مشاركة الشباب والتعبير عن أنفسهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات وأعتقد أن هذا هو فكرك أنت أيضا أنا سعيد جدا لرؤيتي الكثير من البرلمانيين الشباب لقد تم انتخابي في عمر الخامسة والعشرين فإن الطاقة البرلمانية لدى الشباب أكبر كثيرا من نظيرتها لدى كبار السن بالطبع الخبرة أمر هام والمعرفة التي نكتسبها بمرور السنوات هامة أيضا ولكن بالطبع يمكن للبرلمانيين الشباب القيام بأمور مختلفة وأحداث تغيير بأفكارهم الجديدة والمبتكرة وهذا أمر ضروري للغاية من أجل عالم أفضل وبلدان تحظى بحياة أفضل لقد تحدثت إلى عدد من البرلمانيين الشباب وفي حقيقة الأمر بهرتني أفكارهم فالبرلمانيين الشباب مدعومين من قبل قيادتهم لذا فهم يعبروا عن أرائهم بحرية ويمثلوا ملايين الشباب حول العالم ويجب علينا أن ننفتح على أفكار هؤلاء الشباب وبعد ذلك نعمل على حل مشاكل البرلمانيين الشباب وحل مشاكل الشباب في بلادنا بشكل عام فالدولة التي لا تعطي فرصة لشبابها لن تحظى بمستقبل جيد هل تعتقد أن المؤتمر الذي سوف يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم يمكن أن يسهم في إنقاذ كوكب الأرض؟ نتمنى أن يحدث ذلك فتلك هي فرصتنا الأخيرة فبعد ما حدث في مؤتمر جلاسكو للمناخ الحديث الطويل الذي لم ينجم عنه أي شيء أو حل ملموس فهذا المؤتمر القادم هو فرصتنا الأخيرة للقيام بأفعال فمن الهامي القيام بمزيد من الاجتماعات للبرلمانيين للضغط على حكوماتنا فيجب الوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر القادم فالوقت ليس في صالحنا بل بالأحرى ليس لدينا وقت لنضيعه فالآن وقت العمل وهذا ما يجب أن يحدث في نوفمبر القادم هنا في مدينة شرم الشيخ هل قنت بزيارة مصر من قبل يا سيدي؟ وهل قنت بزيارة المعالم السياحية فيها؟ لقد كنت بزيارة مصر منذ ثلاثين عاما وزيارة المعالم السياحية المقدسة فمصر لديها ثقافة رائعة فمنذ أن كنت صغيرا وأنا أتعلم في المدرسة الحروف المصرية القديمة والفنون المصرية والثقافة المصرية أيضا فكان من الرائع القدوم ورؤية ما درسته بنفسي لقد كانت زيارة رائعة ولكن زيارة الحالية بدأت منذ يومين فقط قضيتهما في العمل داخل هذا المؤتمر لكن ربما أقوم بزيارة مصر في المستقبل القريب لرؤية المزيد نحن ندعوك للقدوم إلى مصر مع عائلتك وسوف تحظى بكرم ضيافتنا وسوف نسعد بوجودك هنا معنا في حقيقة الأمر أنا أشعر أنني في بلدي وبما أنك دعوتني سوف ألبي هذه الدعوة شكرا لك شكرا جزيلا لكم مشاهدية الكرام كان معنا سيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من هنا من شرم الشيخ شكرا لكم